أيام قلائل تفصلنا عن الموعد الرسمي للإعلان عن البلد المستضيف لكان 2017 في الاجتماع الذي يحتضنه مقر الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بالقاهرة وبعد خسرتها تنظيم دورتين 2019 و2021 تأمل الجزائر هذه المرة في الفوز بشرف استضافة هذا الكان ولأجل ذلك سخرت الحكومة الجزائرية إمكانية ضخمة من خلال إطلاق مشاريع بنائم لاعب كبيرة وإعادة ترميم وتوسعة أخرى في المدن المعنية باستضافة التظاهرة على غرار وهران عن نابا والجزائر العاصمة وفي هذا السياق أعلن وزير الرياضة محمد تهمي أن كل شيء جاهز للشروع في عملية إعادة تهيئة ملعب 19 ماي بعن نابا شهر ماي المقبل على أن تنتهي الأشغال سنة واحدة بعد ذلك كما شدد الوزير المسؤول الأول على القطاع على ضرورة استغلال هذا الملعب الكبير الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مقعد الملعب الأولمبي 5 جوليا بالجزائر العاصمة هو الآخر يستفيد من عصرنة شاملة تكفل تجميله وتغطيته بالكامل مع زيادة ساعته في مخطط ترمي من وراءه الجزائر لجعل الملعب الرمز طحفة فنية بامتياز تحسباً لاحتضان العرس القري الواحد والثلاثين بعد واحد وعشرين شهراً من الآن فهل الأشغال تسير في الطريق السليم بالنسبة لهذه الملعب والملعب المتبقية المعنية وفي حالة أي طارق ومستجدات هل الوزارة الوصية جاهزة لتدرك الوضع والتعامل معه وهل المسؤولون على القطاع متفايلين بحظوظ الجزائر في التأهب عروساً للقارة السمراء لتبقى الأيام القلائل القادمة الكفرة بالإجابة على تساؤلتنا